وجهت وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف فريق التدخل السريع المحلي التابع للمديرية بمحافظة البحيرة بشأن سرعة بحث الشكوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والتي تفيد بوجود مواطن المسن بلا مأوى من ذوي الهمم كفيف بمحافظة البحيرة حيث تم إيداع المواطن بمجمع المسنين بالأبعادية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وفي سياق المتصل وجهت وزارة تضامن فريق تدخل السريع المركزي بالوزارة بإيداع مسن بلا مأوى بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في حين وجهت الوزارة فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة بوجود طفل بلا مأوى بمنطقة المضلات بشبرى مصر حيث تم عقد جلسة توعوية وتم عقد دعم نفسي مع الطفل وبإقناعه بالعودة إلى الأسرة وبإعادة دمجه